لكن انا عايز اقول له حياتك حاجة مهمة جدا اه اول حاجة ان الحياة الزوجية تقوم على المواد والرحمة وعايز تنجح في اتعاملك مع مراتك كل زوج شايفنا عايز تنجح لازم تستخدم وراء وقلم واسيكة يعني بتكتب اه مراتك غير تكتب لها بتقعد تكتب تكتب لو سمت الصفحة حتسود حتطلقها لكن لازم تمسح بالاسيكة واحد النهاردة كنت بكلمه بقول له كده قال لي يا مولانا خلاص الاسيكة خلاص من كتل استخدامها باسط معا ما عادش معا عادش تنفع قلت له اشتري الاسيكة تاني هو ده هي دي الحياة جمعها فانت لازم تتحمل مراتك ادري جدا انك مفروض ما تسيبش مراتك يعني حد يزرع في قلبها وفي عقلها افكار بعيدة عن ما نجلها سبحانه وتعلم مراتك بحتاجة الشغل سمحت لها انت بالشغل مفيش مشكلة في هذه الحالة انت قادر تصرف على بيتك وعدك يبقى تقعد في البيت ومفروض تسمع كلامك وفي حدود ما امر به الله سبحانه وتعالى وانت ما تسيبش مراتك فريسة لهذه الافكار البعيدة عن ما نجل الله سبحانه وتعالى يا جماعة الدين بتاعنا دين عظيم جدا اسلامنا دين التسامح دين الرحمة دين المحبة دين المودة بنتعايش على الواجه الله سبحانه وتعالى